بين مطرقة الحاجة وسندان المعاناة يقف العشرات من المواطنين في مراكز الصرافة في انتظار مرتباتهم في الوقت الذي تشهد فيه العملة انهيار كبير يقابلها ارتفاع حاد في اسعار المواد الغذائية معدل الاسر في اليمن ما بين 10 الى 15 فرد في الاسر الواحدة كم يكفيه 50 ألف و 33 ألف يكفي حتى كيس بغير أو حتى دبازيك أو نسكي السكر كالمعتاد في شهر رمضان المبارك تزيد الطلبات التي يحرص ارباب الاسر على توفيرها فتراهم في زحام مستمر امام المحال التقارية فرصة سانحة استطاعت تجار استثمارها وتضاعفت ارباح بضائعهم في ظل غياب الجهات المسؤولة عن متابعة الاسعار وفرض عقوبات على المخالفين ووحده المواطن من يدفع ثمن غياب تلك الجهات يعني قلوا علينا الاسعار ورمضان وجي والاسعار تتفع كل يوم يعني نار ونحن نبدو الرواتب ولا أي شيء الاحوال جميعها متشابهة في كل الحالات وتتشابه الاحاديث ايضا فالقضية عامة والمواطن وحده يستمر في دفع ضريبة انحنى لها ظهرة وارهقت كاهلة لطفي ابراهيم قناة بلغيس أبيان